اشتركوا في القناة هي دي الأرض اللي بندور عليها يا هلالي هي مرعى أكيد طيب ولهنا يا هلالي هيسيبنا نيجي بأهلنا الرد هنعرفه لما نروح نروح؟ نروح على فين يا هلالي هندخل مملكة الزنادي يا شباب الهلال ورجعنا إلنا النهر في الدار في الدار الله يدمدر خطر عمار خطر عمار ورجعنا إلنا النهر في الدار في الدار الله يدمدر خطر عمار خطر عمار خطر عمار حسست روحنا فرح في العيد بيدي يا شيحة بدلنا معي حسست روحنا فرح في العيد والله يعيدك يالي بعيد يا بوزد يا سيدنا نطغر وكبان يا بوزد ورجعنا إلنا النهر في الدار في الدار الله يدنبر خطر عمار خطر عمار ورجعنا إدنى الضرف 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 الله يدنبر خطر عمار خطر عمار يلا بسرعة على جوه بسرعة صح وحمار الطحين غنوله يترقص الطحين رجع له خلاص إيدك بس إنت معنا زعلوك وملكش ضعوة بالحمار أنا إيدي بإيدكم ربنا يعني ويعينكم يا غلابة اوعى تفتكروا إن القحت راح وانتهى دي نجدة ما حتستمر إلا أيام يا ليل يا للي يا ليل يا للي ربنا يخليها الشيحة بالترز أيوة النور كله طالع من بيت رز اتضرو الباقي على الباقيين همي يا جبير همي واضحاً بالراحة بالراحة لا تقلب بغم ويجي الحرس وتبوص ورجعنا إيدنا النار في الضار من تانية زنت البنات وحشاني وحشاني يا سعيدة وحشني كلامك وحش الكلام سعيدة وحنا لا أسيتي وانسيتي يا ستي الخلفة لهيتها عن كل شيء يا سعيدة وبيمد دراعاته على الكل إيش معنى؟ إيش معنى هو بالذات يا أمي يتحمل كل دا واحده؟ لأنه هو سلامة برضو يا شيحة شجعيني يا بنتي على قضعي أنا تعبت تعبت قوي وكل يوم قلبي بيدوق سلامة راجع يا أميرة خضرة مين دي يا ستي؟ محد منكم بيعرفوا أكتر مني ومدامه قال خارج يدور على الخلاص للكل يبقى حيرجع زي ما قال ممكن أعرف أنت مين؟ أنا؟ أنا الأميرة علياء بنت غانم يا أميرة أخت دياب؟ مع أن ما في حد في أرض الهلاية يستحق من سلامة أي شيء لكن حيرجع حيرجع ولو عشانكم وانت بقى تعرفيه منين؟ سلامة سلامة كان بركات وكان في الصبا صحبي وخليلي إيه؟ ولما يرجع حكون زوجة للأمير أبو زيد الهلالي انت بجنوني وانت شيحة أخته وما كنت تعرفي أنه أخوكي يبقى أنا أعرفه قبل مني ولما قول حكون له زوجة تصدقيني مين الجميلة؟ تصدقيني هلالي مش حاجة رابداً عاملة زي الوحش الكبار اللي له عيون بيبص بأسوع المخاليد أنا حاسس إن الزنات دا عامل زي الأهل عادية عامل زي الحديد البارد ما يتهزش بيخوف أنا مع الهلالي عمري مخاف وأقدر أنازله تنازله؟ تنازل مين يا عيوني؟ هلازم نمشي من هنا ودلوقتي أهلالي والبينا ندخل يا هلالي أيًا مجدد أيًا مجدا أيًا مجدد أيًا مجدداً عاش 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 مولاد الزناتي عاش عاش مولاد الزناتي عاش هو ده الزذاتي؟ ده تمثاله يا ابو نبصان تمثاله؟ ابو مагоر صنم، صنم كبير من حاجة وعالم مهابين ولسه يا ما هنشوف أمير انت يا أمه انت صوتك يا بجا وفي ايه انت سمعني الهتاب اهدف يا أخو يا أخدف اهدف يا مين بتقول لي مين لسه مش فايف يا حمار معلش يا ابن أصله ضرير ايوه هنهدف يا ابن عاش عاش اهدف يا شباب عاش 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 اهدف يا أخدف يا أخدف عاش 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 يعني كده نهت بوياه اه اهدف يا متنا بش إحصا ما اتضر يا أبتنا ولا اي رأيكم يا عمر؟ واهتفنا هيضر في ايه يعني؟ ده صنم والكل بيهنب ماهو ده ألعن يا يونس ألعن وأدنب وقت صوتك يا مراي تجانتوا لسا ورانا يعني نهتف لصنم معبوض يا هنالي يا أخي مايمكن بيحبوه كل شيء حيبان ايوه ايه هو بقى اللي حيبان في الصنم سجانه صحيح بيحبوه للدرجات دي او مرعوبين منه للدرجات دي يعني سجانه بيحبوه موت اللي خايفين من الموت ايوه زي ما احنا قد أخايفين موت ايه؟ حتى الهلالي کمان خايف ايوا و انا شبما بقوله منخاف سلم يقولي منخاف ندم و لا عش 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 تمثال رخام وهتاف تمثال رخام بارد وهتاف حناجر نحاس وانت يا زناتي سعيد وضاحك خليك سعيد يا زناتي وتسهم قرب زمن البكى والنوح مولاي الوزير تممت على الضيوف جهزين للقاء الملك ومولاك الملك في طريقه للقاء خليك على الشباك استنى الرسالة كمل كمل يا هموش يا قائد الجيوس وانا باسم قيش تونس وفرسانها بقول تاني في يوم ميلادك الدنيا بدأت وفعيد ميلادك شباب الدنيا يتجدد هموش قائد الجيوش أصبح شاعر يا علام الشاعر هموش وكده بقى في الحرب ملوش كمل كمل يا هموش يلي في الحرب ملوش ها 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 وزي اسم الزناتي مهو الشمس على تونس وعالدنيا فهو ايضا سيف مرفوع على كل حاقد او عاصي او ناكر للجميل حقون ها 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 معقول يا هموش يا قائد الجيوش معقول لو الرعاية في تونس كده سمعوك حيصدقوا ان لسه في عصا زمن العصا ولا من زمان بعد هلاك عوالي واعوانها خلاص او حيصدقوا يا هموش ان ممكن يكون في الكون ملك مجنون يطمع في شبر من تونس تونس يا مولاي صبية في حضنك ما يمسها مخلوق غلبك العلام في الشعر يا هموش وفاق الكل تونس يا مولاي صبية في حضنك ما يمسها مخلوق احسنت يا علام عاشوا يا مولاي الزنات يا عاش 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 كهلان كبير العميان يا مولاي مولاي كهلان وفرسنه العميان جاهزين لاحتفال لاي بنتنا سعدة الأميرة ولي العهد هي اللي صارت مسؤولة عنكم وحزاري حزاري تكسفوها في الميدان بكرة يا كهلان عاوز أشوف مباراة عظيمة مولاة الأميرة ولي العهد حتشوف اللي يرضيها ويرضي مولايا الملك بلغها تجهز للقاء ضيوف المملكة في العيد اليوم أمر مولايت نافذ وانت يا علام ايه أخبار الضيوف كل الضيوف جهزين يا مولايت في ضيف نسيته ولازم يحضر يا علام مين اللي نسيته يا مولايت أيلولة المجزوبة يا علام أيلولة المجزوبة يا مولاي أيوا يا علام حدي يشوفها قوام مولاي أيلولة مجنونة وصليطة اللسان يريد تخرق مدبان أجمل شيء فيها لسانها الصليط ما بينفلت حد منه حتى انت يا علام ابعتها موش عسكري يجبوها مطرح ما يلقوها وزعوا سكان البركة الطهرة الشملولة 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 ست المجزب وطبيبت المناكب أيلولة الشملولة الشملولة قطلوا بعبعاة ووعياء النعاة ماذا وإلا معاها المقرعاة نص المقرعاة دي اللي بتشفي قلب معاها أيلولة لو ضربت قدامي لدي تبت مشلولة سكّال أيلولة وسعوا سكّال البركة الطهرة الشملولة 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 ست المجزب وطبيبت المناكب أيلولة سكّال أيلولة موسيقى الوعياء مهابيش ودعو لتنزل فيكم طلطيش بإسلام وإتعيش حرفشت الحرفيش المناهيش عالز العلعاه زيده في الدعاه ماذا وإلا تقعي الواقعاه تحيا ست الدرويش ترويش بإسلام وطبيبت المناهيش ترويش 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 مولاتي ولي العهد الأميرة سعدة كل جندك من الفرسان العميان جاهزين للنزال بكرة ودلوقتي مولانا الملك بيقول كهلال أمر مولاتي ولي العهد كل السنين اللي فاتت كوم وبكرة ده كوم والدي الزناتي زمان دربكم بإيده وإسلاحه لكن بعد ما أنا توليت أمر تدربكم عايز الزناتي يشوف والناس تشوف اللي يسحرهم ويذهب عقولهم يشوفوا فرسان الأميرة سعدة أميرة البلاد وولي عهد الزناتي في الزمن اللي جاي عملت منكم إيه حيشوفوا يا مولاتي من فن الفروسية وفنك فنون وفنون ويهتفون باسمك لحد الجنون مولاتي أنا رحت وجيت جهزي حرس من فرساني ساعة وصول القاعة لاستقبال ضيوف المملكة في العيد أمر مولاتي وليل عهد ها يا مي إيه اللي شفتي وسمعتيه وسط الناس بيهتفوا باسمي منتظرين ظهورك زي انتظارهم نزول المطر وكما انتظرهم ظهور الأمر ما ردتيش عالسؤال بيهتفوا باسم الزناتي ولا حد غلط وبيهتف باسمي هم ما يقدروا يهتفوا إلا باسم مولانا الزناتي يا مولاتي عارفاكي ما تجدبيش وعارفا ان دا بيحصل لكن حييجي الوقت اللي يهتفوا فيه باسمي شفتي ايه كمان عيون غريبة شفتها يا مولاتي تقصدي أغراب أكيد أغراب نظرة عينيهم ما تعرفها عيون الناس هنا في تونس عيون تخطف القلوب وتحز المشاعر مي جرالك ايه رايحة تشوفي حال الناس ولا تغزلي رجال أغراب عفوا المولاتي بس لو كنتي شوفتهم زي اخراسي نسيتي روحك ونسيتي أوامري دنيا الرجال ما تعرفها مملكة سعدة سعدة هنا فارس فاتت وراها كل أحلام الطفولة والصبة وكل النبوءات الغريبة اللي كانت وقتها وراحت دلوقتي دنيتها خلاص بقت دنيا ولي العهد والعرش مستني فلح زيكون فوقك تافي تيج انتي وتقوليلي عيون رجال محال عيد الزناتي قالكم يا غنم عيد الزناتي قالكم يا غنم عيدك يا عمر يا جميلة بوشها اتعجب يا ولا جيت عاكس قيلولة دلوقتي وتتغازل جيت متأخر مئة سانة يا حمار مصي مولانا الزناتي على الغلابة يا قيلولة مين قالي اني مملكة الزناتي فيها غلابة يا عبيد؟ كله مصطوب وعايش مع المبسيطة ولا عايز تقول غير كده؟ هقول قول ده وجتع وانطق لا انا في عصدك اموش ايدك انا ما قلتش ده ولا عصد شيء منه ما تخافش يا باغل وانا يعني احب بلغ عن صرصار كفاية كده بقى ما تكترش على ستك قيلولة Eğer الست دي بايحة في الخلب واسصبح لحد العشاء زيها زي الزممير اللي بتزمر للزناتي في الساحة يعني هو اللي بيحصل ده كله كويس طب لمشغله الزناتي ردد اسمه بس ده حتى بشابه كمال الدرويج انت عايز منه ايه بيزابها يا ابني مالهم ياهو ادي ته الدرويج اسمعاهكو اجبيه ازاي بقى yeah وكمان جايها الخضاء قلت انت هسود؟ قللي كان السابق يتكلم بيقول ايه عن الدرويش؟ يا مرحب يا مرحب يا مرحب بركة تونس بركة تونس؟ ولا بركة بركات بركة تونس